نعمة أن تموت على الإسلام نعمة أن تموت وأنت مسلم مهما بلغ الذنوبك لن تخلد في النار وإن دخلت النار طالما أنت مسلم النبي صلى الله عليه وسلم شف من نعم الله علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأناس للجنة بمجرد أن قالوا لا إله إلا الله أحدهم جاء من حديث يسامة رضي الله تعالى عنه لما مسك رجلا من أهل الكفر في المعركة فطعنه بعدما قال لا إله إلا الله بعدما طعنه قال عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله انظر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تفعل بلا إله إلا الله إن جاءت يوم القيامة وجاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أدخل في الإسلام أم أقاتل قال لا أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقاتل فقتل فقال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وما سجد سجدة والنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم عظم لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله في الحديث القدسي شفع النبيون كل نبي يشفع والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته نسأل الله أن يمن علينا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وسنأتي لحديث الشفاعة بإذن الله لعله في الدرس هذا فقال الله عز وجل في حيث القدسي شفع النبيون والملائكة والصالحون وبقيت أنا فيأخذ الله قبضة من أهل النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله يخرج من النار انظر لتعلم عظيم أن تقول لا إله إلا الله مصدقا بها في قلبك فلا إله إلا الله لهذا لو وزنت السماء والأرض وجاءت لا إله إلا الله كفة من ترجح لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا قمة العبودية أن تشهد لله بالتوحيد قمة العبودية لهذا طالما الإنسان مات وهو يقول لا إله إلا الله نرجو له إيه الجنة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الرجل الذي قتل مئة نفس كان من بني إسرائيل وادخله الله إيه الجنة يقول ابن كثير رحمه الله معلقا يقول هذا وهو من أمة بني إسرائيل ونحن من أمة الحبيب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أولى بالرحمة نحن أولى بالرحمة ونحن آخر الأمم ونحن أكثر الأمم دخولاً للجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا قال نصف أهل الجنة فقال بعدها صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانون صفة مئة وعشرون صفة أمتي ثمانون صفة نحن ثلثة أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن آخر الأمم وأكثر الأمم اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم المحشر صلوات ربي وسلامه عليه